عاصفة من الإضرابات في بريطانيا انطلقت ويبدو أن حكومة داونينغ سريت غير قادرة على السيطرة عليها واستموجات الارتفاع المتتالية في معدلات التضخم ضمن أزمة اقتصادية غير مسبوقة تهدد مكانة المملكة المتحدة كواحدة من أقوى الاقتصادات في العالم اتحاد التعليم الوطني في بريطانيا الذي يعد أكبر اتحاد للتعليم في أوروبا انضم إلى ركب الإضرابات بعد رفضه صفقة رفع الأجور بنسبة 5% لمواجهة التضخم إضراب قد يتسبب في إغلاق أكثر من 12 ألف مدرسة في إنجلترا وتأثر ما يزيد على 4 ملايين ونصف المليون طالب بعد مشاركة ما يقرب من 100 ألف معلم في الإضراب أما حكومة ريشي سوناك فإنها تدرك جيدا تبعات الإضراب على العملية التعليمية إذ قال وزير المالية جيرمي هونت إن الحق الضرر بتعليم الأطفال والشباب يهدد مستقبل بريطانيا ككل لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المؤسسات الحكومية بكل أنواعها لن تحصل على أموال إضافية من أجل زيادة أجور الموظفين وإنه ستضطر إلى تقليص نفقات في جوانب من عملها لصالح أشياء أخرى موجة الإضرابات الجديدة مطلع فبراير يجعلها الأضخم في بريطانيا منذ أكثر من عقد إذ أعلن رئيس تحاد نقابات العملية أن أكثر من نصف مليون موظف سيشاركون في الإضراب قائلا إنها رسالة واضحة للحكومة مفادها أنه لا يمكن تجاهل مطلب الأجور العادلة النقابات العملية بدورها أعلنت كذلك أن الإضرابات ستتواصل في أيام متقطعة خلال شهري فبراير ومارس ووسط أسوأ أزمة عمالة عيش وهيئة الخدمة الصحية الوطنية في التاريخ يستأنف الممردون كذلك هذا الأسبوع في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية الإضراب على مدى يومين بعد أول إضراب لهم على الإطلاق في ديسمبر عام 2022 صندوق النقد الدولي حذر من أن بريطانيا ستكون العضوى الوحيدة في مجموعة الدول السبع التي سينكمش اقتصادها خلال العام الجاري متوقعا أن تسجل لندن أبطأ نمو بين أقرانها في عام 2021 24 ووفقا لوكالة بلومبرغ خفض الصندوق توقعاته لأداء اقتصاد المملكة المتحدة مرجحا انكماشه بنسبة فاصل 6 من 10 بالمئة هذا العام تتسق التوقعات مع واقع يقول بأن ارتفاع أسعار الوقود والأغذية في بريطانيا قد ألحق أضرارا بملايين الأسر فقد أعلنت دائرة الرقابة المالية البريطانية أن نحو 32 مليون بريطاني يواجهون صعوبات في دفع فوتيرهم في ضوء التضخم المرتفع والنمو القياسي لتكلفة المعيشة وهكذا يبدو أن بريطانيا ستظل تأن لفترة غير قصيرة تحت وطأة أزمة طاحنة تعصف بالملايين من مواطنيها فضلا عن إضرابات تهدد القطاعات كفة تحت بصر حكومة لا تجد بعد حلا للخروج من ذلك النفق المظلم